بسم الله الرحمن الرحيم وابضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعمل متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين نمضي وإياكم في سلسلة أطب مطعمك أطب مطعمك هو مطلب شرعي من أجل أن تستجاب دعوتك ومن أجل أن تحل البركة في بيتك وفي أسرتك وفي ذريتك ونحن نتحدث حتى نبسط للناس أساليب يتبعها الناس في هذه الأيام هي من الحرام ومن الغش ومن التدليس وربما يعرفونها البعض والبعض جهلها اليوم أسلوب من أساليب الغش في البيع والشراء ما يسمى وهم التخفيضات هذه الشغلة جديدة ليس سمعانينا بقى بالدروس يعني تدخل ما أن تدخل سوق إلا بإلك ستين في المئة واربعين في المئة والآن صار حسومات تصل إلى التسعين في المئة أنت بتسأل نفسك سؤال بس يعني هذا إذا كان يبيع أشياء تصل إلى التسعين في المئة طيب يعني هو قبل ما يساوي التخفيض هذا هذا ماذا كان يربح تصل لنتيجة أنه هذا التخفيض تخفيض وهمي وراءه عملية غش وتدليس أو هي بذات عملية غش وتدليس أنا أعرف بعض أخوان الكرام الذين يعملون في التجارة وسألتهم عن هذا الموضوع وقلت لهم أجيبوني بصراحة حتى أعرف كيف أعظوا الناس عندما يسألونني فقال والله يا أستاذ البضاعة أو المنتج الذي يكون سعره مثلاً عشرين ألف من ساويه خمسة وثلاثين ومنعمل تخفيضات خمسين في المئة يعني هذا التخفيض غير حقيقي هذا التخفيض حقيقة غير حقيقي وهذا غش أنت عم تغش على الزلمة يعني الناس بتجيب تلك هلأ نحن وصلنا لمرحلة يعني أنت ما في سوق تدخله في بلد من البلدان إلا وهناك تخفيض يعني صار هناك عدم ثقة بين البائع والشاري عليه تخفيض تخفيض يعني هلأ أنزل مثلاً إلى أسواق دمشق يلي هي الصالحية وباب تومة وشارع الحمراء والحمدية في محل ما بيضع تخفيض هلأ مما يؤسف له هذا يعني يزعج الإنسان حقيقة الإنسان المسلم أنه هناك في الغرب هناك تخفيضات حقيقية وسببها أنه هناك شركات كبيرة لا تريد أن تجعل المنتج في نفس العام خلص تبع 2017 راح بدينزل 2012 تعمل تخفيض حقيقي يجينا نحن نقلدهم لكن قلدناهم بالغش والتدليس ذلك هذه العملية صارت مكشوفة هلأ هاي بترجع لعقلية الإنسان المشتري يعني يعني الإنسان يجب أن يكون فطن ويعرف هذا كله ليس له قيمة ليس له قيمة أمام الذي سوف أذكره لكم التخفيض لما يكون يتعلق بشيء قد انتهت صلاحيته هذا هو المشكلة عندما يتعلق بطعام وشراب ودواء هذا له هذا انتهت صلاحيته صار لا قيمة له بنزله التخفيضات والناس في فقراء في محتاجين في ناس من أهل العوز عم يدوروا على الشغلة هلأ الآن صار الاحتيال يكون بإيش بوضع لساقة فوق لساقة الانتهاء الصلاحية يعني الـ 2016 من ساوية 2019 واشتري يا مواطن ويا مواطن روح أنت يعمل غسيل أمعاء في المشافي لأن هذا هو بالأصل الغذائيات نحن ما كان في عندنا غذائيات معلبة كان كل إنسان على قولة أحد الصالحين قال من وقت ما ساوي البراد قلت البركة لما كانت النملية الإنسان يعرف أن هذه الأكلة سوف تبات فيتصدق بها مخلوق أحطي بالبراد شو البراد؟ البراد يحفظ لك الأكل يوم واثنين وثلاثة واربعة وخمسة النملية ما فيه يا بتاكل يا بيقرب معناة الخيار الثاني هو أن تتصدق المشكلة في التخفيضات عندما تتعلق بمواد غذائية أو مواد مستهلكة يعني لها صلاحية معينة اللباس ليس له صلاحية أطعب تضل سنة وسنتين وثلاثة تجي أنت مثلاً لمنتج معين هو طعام تجي بتاكله تحس أنه في شيء غريب بما أنه الإنسان أصبح غير ذواق ولا يعرف في هذه الأيام في بعض الأشياء تودي بالإنسان إلى التهلوكة وأنا حكيت لكم من فترة مجاني أخ لك شيء يتعلق بأفلام تصوير شعاعات للمشافي ذهب إلى بعض الدول الأسيوية وكونتنر قال له أخي هذا الكونتنر مثلاً حقه 200 ألف يورو نحن من بيعك ياو 25 ألف لماذا؟ قال له منتهي الصلاحية وأنا بضبط لك ياو كذوي فما بالك إذا كان الأمر يتعلق بدواء يسهلكه الإنسان للأسف 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 يعني وصل الغش الآن لا يستطيع الإنسان الحاذق أن يعرف الأصل من المزور الآن أنا أقول لكم وعلى معرفة وعندي خبرة واسعة هناك شركات إنما غير مرخصة تقوم في عرض البحر عرض البحر سفن استأجروا سفن يقول لك أدوية سرطان وأدوية من كل أدوية المحرزة لحقه آلاف مؤلفة من الليرات ومن العملات الصعبة بفوتوها دهري بالآن ضعاف النفوس موجودين في كل مكان شو بقول لك تخفيضات؟ عليه تخفيض خمسين بالمئة طيب أنت اللي عم تستورد أنت اللي عم تبيع الصيدة لي أنت يا دكتوري اللي عم تتواطئ أنت تغش أنت تهدم القيم ما المهمة تصوم برمضان وتجيلي تعود وقف في الصف الأول هذا ما بينك وبين الله لكن إذا كان بينك وبين الله الصلاة وبينك وبين العباد تخونهم الله لا يتقبل صلاتك امرأة صوامة قوامة ما تترك الصلاة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال هي في النار أي أذوة لسان يؤذي الأجساد هذه التي كانت تتعبد الله عز وجل غير أنها كانت لا تطعم هرتها قال هي في النار نحن من نعرف شو اللي بضع اللي هلأ الآن نحن في البلد مصيبة مصيبة والله يا أخوانا الكرام نحن في كارثة دولة شو بدأت لحي أنا قرأت البارحة عن سيد رئيس غرفة الصناعة عمئه للبضاع المهرب الموجود في البلد أكثر من المستورد هذه مالا الضابط أريد أن أجيب أنسلين للوالدة فما كنت أجيب أن أخي عندي مهرب قال لي بسموه مضمون لا أعرف ما قال لي مصنع وين لا أعرف فهذه مصيبة أخوانا الكرام لذلك بنرجع على التخفيضات حتى تعرف لما يقولوا لك تخفيضات ما في تخفيضات ما في تخفيضات إلا في شركات تحترم نفسها داك تعرف أن التخفيض هو يكون في آخر الموسم من أجل أن لا يستأجروا مستودعات وكذا وهيه وبيعملوا تخفيض يعني مثلا لحد العشرة في المية أو خمسة عش في المية ويخلصوا إلا إذا كنت في الغرب هناك شركات تحترم نفسها تقول لك نصف يمشي لا يحب لا يتركوا هذه مقبولة هنا نحن لا جئ لك 70% وين أنت 70% 70% تعني في أنا 70% يعني أنت معناته هذا لما كان يبيعك هذا كان زنمي يعني ملياردير عم يربح 70% في القطعة هل لا يوجد قطعة إلا 30 و40 و50 ألف لذلك ما المهم هي لني النتيجة ما المهم يصير مصاري كتير المهم يكون في بركة درهم سوق مئة ألف درهم وصي يا أخوان الكرام كل شي يتعلق بصحة الإنسان كل شي يتعلق بالدواء كل شي يتعلق بالغذاء فلنتق إلاها فيه بيع كتير ورباح أليل أنا في كتير من الأخوان الكرام اللي بديفتح محل جملة وكذا وقالت الله يبارك له معلش بيع مئة كيلو سكر ورباح بالكيلو عشر ليرات أحسن ما تربح بالكيلو مئة ليرة وتبيع لي خمسة كيلو حكاني أخ صيدلي هون قال لي فتحت صيدلية في عمان هلا هلا وموجود الصيدلية موجود الصيدلية هو سوري أخذ رخصهم لله قال لي سيجننوني الصياد اللي حول مني تلو ليش قال لي والله هناك عندهم نسبة الربح في الدواء منيحة تصل أيام للأربعين في المئة يعني أدوية غالية وكذوية بدولة تعطيه قال لي لأني لماذا أربح أربعين في المئة فقررت حط على وسائل التواصل أي إنسان يشتري فاتورة له حسن عشرين في المئة عشرين في المئة ويا الله السوريين والأردنيين وكل نعم يركوا الصيدليات ويجبوا طيب طيب رخصوا شوي يعني أنا مثلا صرت بيع بثلاث آلاف دينار وأنت عمد بيع ألف أنا مربح أكثر منك ليه لأنه بيع كثير بيع كثير أدخل النفع على العباد خاصة في الأيام الناس في ضيقة والله أخوانا الكرام مو بس بالبلد عندنا في كل بلاد المسلمين الناس في ضائقة صار مليات كثيرة كان الواحد يخط كاسط مي وعرق سوس هلأ إذا ما حط لي ثلاثين نوع أولاده بيأكلوا بالملح شو بدأ يساوي طيب ارحموا العباد ارحموا البلاد خلاصة الدرس التخفيضات هي عبارة عن وهم إلا الشركات الكبيرة تحترم نفسها تبه بنهاية المواسم هلأ بالعالم حتى أنا أنا أقول لي اطلاع تخفيضات الشتوية تبدأ بخمسطعش اثنين تهل الموسم الشتوي يقول لك من خمسطعش اثنين إلى خمسطعش ثلاثة هاي تخفيضات حقيقية يحترموا حالهم للعالم انت اشتريت من عندهم اشتريت ما اشتريت اسألوا أخوان التجار قبل الأزمة أنا بعرف شركات موجودة في ألمانيا وفي أوروبا يضع كله بيبيعه بنصحقه ببيعه بالي سيري كسر اسمه أما أن تتفوت هنا تقول لك سبعين بالمئة سبعين بالمئة شو طبي قال له والله عليه ان شاء الله كي تخفيض يعني جيد شوف عشرة في المئة خمسطعش في المئة اللي هو الأمر الآخر كل شيء يتعلق بصحة الإنسان بي يعني بطعام أو بشراب وهي هذا لا تأربوا عليه هذا الآن موجود اللي عم اشتغله بالمواد الأولية تقول تقول الله عز وجل مواد أولية انت ما عمل دواء كتا عم تجيب مواد الأولية تبعك من أوروبا ومن ألمانيا ومن هي ومعروف هي رايح لي على الأوكوادور ورايح لي على بلد مو معروف أنها تعمل في هذا المجال وهي خليطه مليط تأخذ حبي اثنين وثلاثة ما بتلاقي إلا الإنسان زاد مرضه ومرضاه يا لطيب شو السبب بلاك سأل الإنسان ما عنده له ثقة ما عنده له ثقة أنا من الناس ما عنده لي ثقة وغير هي تروح لعند الصين يقول له الله يوفاك الراشدة هي تكرم عينك أستاذ بس هذا الدواء موجود عندي أحسن منه تشو أني أحسن منه معنات في شركة عرضت عليه نسبة أكبر من الأرباح يريد أن يرويج لها سأل الله أن يصرف عنا الغشة والبلاء ربنا أتقبل منا بسر فاتح